مرحبا وأهلا بكم في عدد جديد من فقرة قراءة في الصحف الألمانية من برلين بشركة بين ميدي أن تيفي ومؤسسة دوتشفيلة نبدأ الفقرة بصحفة تيت سايت التي تناولت ملف استمرار الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول موضوع الهجرة واللجوء واستغلال اليمين المتطرف للملف للضغط على بروكسل ونقرأ في المقال تشعر دول جنوب أوروبا بأن دول الشمال تخلت عنها وحتى رئيس وزراء الحزب الاشتراكي ديمقراطي الإسباني بيدرو سانشيز بدأ يشدد سياسته نحو اللاجئين أما وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني فلا أحد يجاريه في استغلال مسألة الهجرة ضد الاتحاد الأوروبي وكلما طال أمد النزاع بين الأوروبيين حول الهجرة وحماية المناخ زاد خطر القبول بالوضع الراهن أما صحيفة أوكسبورغر ألغميني فهتمت بموضوع التحديات التي يواجهها القطاع السياحي عالميا بسبب التغييرات المناخية التي زادت حتتها في السنوات القليلة الماضية وجاء في المقال قد يرى بعض السياح في ارتفاع دراجات حرارة الهواء والماء شيئا إيجابيا لكن ارتفاع حرارة الأرض نتيجة الاحتفاس الحراري له العديد من الآثار الخطيرة على السياحة أيضا من بينها انتشار الطحالب الخضراء المنضرة في الشواطئ وأيضا تزايد حرارة مياه المحيطات ولا تقتصر تلك العواقب على الوجهات السياحية الدفئة بل ستشمل وجهات السياحة الشتوية المهددة بالمزيد من دوبان الثلج والجليد وإلى صحيفة تاكس بيغل ونتائج استطلاعات الرأي على بعد حوالي شهر ونصف على انتخابات ولاية زاكسونيا وستكون تلك الانتخابات اختبارا جديدا للمستشارة الألمانية أنجلا ميركل وخليفتها على رأس الحزب المسيح الديموقراطي أنيغريت كرامب كارل باور وكتبت الصحيفة تقول تظهر استطلاعات الرأي تساوي حدود حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين الشعبوي مع حزب الاتحاد المسيح الديموقراطي بـ 26% لكل منهما في حال صدقة التوقعات فسيكون ذلك تراجعا كبيرا لحزب المستشارة الذي حصل على حوالي 36% من الأصوات في انتخابات 2014 ومن المرجح أن يتغلب حزب الخضر على الاشتراكيين الديموقراطيين أما اليسريون فلا تزال لديهم فرصة ليصبح ثالثة أقوى قوة سياسية في الولاية ونختم بمجلة فوكوس التي نشرت دراسة لمؤسسة كونراد أدنوار حول أسباب استمرار تراجع شعبية الأحزاب التقليدية في ألمانيا وأوروبا وأيضا التحديات المطروحة عليها مستقبلا وجاء في المقال بالموازات مع تراجع شعبية الأحزاب التقليدية من المسيحيين والاشتراكيين الديموقراطيين زاد عدد المنافسين لهما ويتعلق الأمر بالأحزاب التي تدافع عن البيئة من جهة ومن جهة أخرى باليمينيين الشعبويين المشككين في الهجرة واللجوء وكانت الدول الإسكندنافية أول من عاش هذه التجربة في الثمانينيات وأثبتت نتائج هذه التراثة أيضا أن التحالف مع الشعبويين لا يساعد بالضرورة على استعادة الأحزاب التقليدية لشعبيتها انتهت الفقرة موعدنا يتجدد معكم بعد أسبوعين عطلة صيفية سعيدة وإلى اللقاء